بعين على روسيا واخرى على الصين وكوريا الشمالية تسعى الولايات المتحدة لتعزيز القدرات العسكرية لحلافائها التقليديين في منطقة المحيط الهاتف ضمن هذه المساعي تأتي زيارة رئيس الاركان الامريكي مارك ميلي الى اليابان ميلي اشاد بالتزام توكيو وطالبها بمزيد من التحسينات الاشادة تخص قرار اليابان مضاعفة انفاقها الدفاعي خلال السنوات الخمس القادمة والتحسين المطلوب في مجال الدفاع الصاروخي ضد صواريخ كروز وانظمة صواريخ الانذار المبكر والقدرات الجوية واعلنت اليابان عن خطة انفاق عسكري طموحة بقيمة ثلاثمائة وخمسة عشر مليار دولار على مدى خمس سنوات وفي اطار الخطة تعتزم نشر صواريخ توماهوك طويلة المدى العام المقبل واعتبر المسؤول الامريكي هذا التطوير ضروريا لمواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية وطرح المسؤول الامريكي المخاوف المتعلقة بالصين مشيرا الى انها استثمرت بشكل كبير في تعزيز قدراتها العسكرية وتسعى لان تكون القوة الاقليمية في المنطقة خلال السنوات العشر الى الخمس عشرة المقبلة واعتبر ملي ان هذا الطموح يمكن ان يكون خطيرا للغاية ومزعزعا لاستقرار المنطقة وان السبيل لمواجهته يكون ببناء قدرات عسكرية قوية لليابان وتحالفها مع الولايات المتحدة ودول اخرى ودعى رئيس هيئة الاركان الامريكية الى تسريع وطيرة تسليح تايوان وضمان تحسين قدراتها العسكرية في خطوة ستزيد من غضب بكين وبالنسبة لكوريا الشمالية تناول المسؤول الامريكي مخاطر برنامجها الصاروخي واحدثها اطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب وهو ما يعكس في رأيه نوايا بيونج يانج تطوير قدرات عسكرية قادرة على ضرب العمق الامريكي اشتركوا في القناة